اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعي تقص العرف في الأردن أهلا بكم نهر اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء صيفية معتدلة وإن شاء الله ستكمل الأجواء الصيفية المعتدلة بالسيطرة على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة أما في ساعات الليل ستكون الأجواء مائلة للبرودة بالبداية نستعرض صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم مشيرة إلى وجود كميات من الصحب ولكنها بدون أي فعالية انتقالا إلى صور خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة إن شاء الله نلاحظ انخفاض ملموس على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن في الأماكن المنخفضة مثل البحر الميت والأغوار وحتى خليج العقبة الأجواء رح تكون مناسبة للرحلات وأجواء صيفية وأجواء حارة نسبية نلاحظ أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ليلا تكون الأجواء مائلة للبرودة الآن ننتقل لتعرف على درجات الحرارة متوقعة في العاصمة عمان في هذه الأثناء وهذه الليلة بتسجل 14 درجة مئة أوية وأجواء صافية نسبة الرطوبة عالية 87% وسرعة الرياح 15 كم في الساعة انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمين إن شاء الله في العاصمة عمان بتسجل نهارا 26 يوم الخميس 14 ليلا يوم الجمعة 25 نهارا 14 ليلا ويوم السبت 27 نهارا 16 درجة مئة أوية بتسجلها ليلا إن شاء الله متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحون على ألف خير النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة